بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين شروط الطواف والسعي وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء من الحجر ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام أخرجه الترمذي وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفاء والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أخرجه بعض أصحاب السنن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه وقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور رواه مسلم وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه الكلب ثلاثة عقور يجب قتله وأسود يباح قتله وغيرهما يحرم قتله إلا إذا آذى فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين توقع توقع igkeiten انسي أرام توقع اكش توقع توقع كان ذلك خمس من الدنت على فتح المخاب بعد يعيه في قناع قناع لا الطفق اaper لي شكرا